اللي يكون الحرام الحرام يكبر ده عماي اليد هدى الناظر ونجحت في الاختبار فوقع في غرامها عاش تجاره بفشلة كتير في حياته وتأخر عن الجواز بسبب صدمته في حب عمره اللي سابته عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر مديرة أعمال عمر دياب السابقة يا ترى ليه فكر في الجواز من سنتين وما حصلش نصيب خليكم معايا في الفيديو ده هقول لكم تفاصيل الحكاية بيقولوا أقرب طريق لقلب جوزك مع ديته وده اللي هدى الناظر عملته أصل مصطفى شعبان بيحب الأكل زي عنيه وما فيش أكلة ممكن تخطر على بالك ما بيحبهاش كل ما لزة وطاب بيدخل مع ديته العاوز اللي يتجوزها تكون شيف ممتازة ورفض يخلي حد من صحابه أو أسرته يشوف له عروسة والسبب في مبادئ اللي رسمها نفسه مصطفى شعبان اتعرف على هدى الناظر من فترة وقبل ما يكرر يكتب كتابه عليها حصل بينهم مواقف كتيرة أكدت له أنها غير كل اللي عرفهم التفاهم كان هو سر اللي خلي يغير رأيه ويتجوز بعد ما وصل لسن 53 لقى فيها فتاة أحلامه وأصلا طلباته بسيطة وعلشان هدى الناظر نجحت في الاختبار بدأ معيها الحياة الزيارات ما بينهم كانت متبادلة والخروجات والعزومات كانت أكتر كل اللي عملته كم أكل على دعم قوي في شغله وقالت له انت بابا المجال وهب شوي التفاهم وتولد الحب اللي بيتمناه هي دي حكايته اللي خلته يكرر ياخد الخطوة موقع القاهرة 24 الإخباري قال إن مصطفى شعبان بيستعد للجواز من هدى الناظر مديرة أعمال عمر ديابي السابقة واتفقوا اليومين دول على كل حاجة وقرر يكتب كتابه عليها اليومين اللي جايين بس ممكن الخطوة دي تتأخر شوي علشان أبو تعب اليومين دول ودخل العناية المركزة ومستنى يطمن عليه وبعدين يتمم كتب الكتاب علشان يكون مصطفى شعبان عارش سنة 2024 وقرر يعمل حفل الزفاب بعد ما ينتهي من موسم دراما رمضان 2024 واللي هيشارك فيه بمسلسة للمعلم واللي تقال إن مصطفى شعبان ارتبط بمديرة أعمال عمر دياب هدى الناظر من فترة طويلة واللي اتنين عاشوا في قصة حبه وبعدها اخدوا قرار الجواز طبعا الكل مستنى معت جوازهم يحصل النهار ده قبل بكرة علشان انتوا عارفين مصطفى شعبان فتأ أحلام بنات كتير بس خلاص هدى الناظر فازت بيه ياب اختها وربنا يتم منهم بخير مصطفى شعبان شاف نفسه كان قبل هدى الناظر حاجة ومن بعدها حاجة تانية خالص افتكر قصص الحب الفشلة اللي عانى منها بس مع الوقت تحول أحزانه لدرس تعلمه ومشي صح وفي واحدة هو اللي حبها وصدمته وخلت الجواز بالنسبة له عقدة وقال اللي هتجاوز هدية حبيني يابلاش منها أصلا حتى لو عشته طول حياتي عازم مصطفى شعبان حكى ان تعرض لتجارب فشلة كتير بس تعلم دروس وخد من التجارب دي دروس عمره نضج بكفاية وبقى تفكيره بالعقل وهو ده اللي خلى القرار اتأخر شويتين أو تلاتة أو اربعة زي ما تحب تقوله عادي من سنتين كده فكر مصطفى شعبان انه يتجاوز وده علشان خاطر غيرته من أخوه اللي سبقه للجواز ومصطفى وقتها هو اللي كان متكفل بكل تفاصيل للجواز غدا عادي الوبوس شلبي كانوا في الزيارة ليه وشكوا انه هو بيرتب لجوازه بس ألنا فعلا بفكر اليومين دول انه تجاوز المعروف عن مصطفى شعبان انه بيحب الخيل جدا وعاش حياة الأبوة معاهم وبسببهم ليفيلة خاصة مقيم فيها الوحده وبيروح لأبوه والعيلة زيارات يعني مش مقيم معاهم عامل مستشفى للخيل بتاعه وجايب لهم دا كاترة ومهتم بيهم كأنهم مولاده بالظبط عاش تجاره بكتير معاهم وده يسهل مهمة الأب الناجح